في إطار متابعة سموه لكافة شؤون الأكاديمية والتعليمية والبحثية في إمارة الشارقة شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسم نائب حاكم الشارقة ورئيس جامعة الشارقة توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الشارقة ومستشفى الجامعة في مكتب سموه في جامعة الشارقة المذكرة التي وقعها كل من الدكتور عبدالعزيز لمهيري رئيس وهيئة شارقة الصحية والدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة تهدف إلى التعاون بين الطرفين في العديد من المجالات التي تستهدف النهوض بالقطاع الطبي والتعليم والصحة العامة بالإضافة لتوفير برامج تدريبية متنوعة للطلبة والكوادر الطبية لتخريج مهنيين أكفاء يمكنهم تقديم خدمات طبية عالية الجودة بمعايير عالمية كما تنص أيضا على توفير جامعة الشارقة لمختلف المعدات اللازمة والمواد التعليمية لعملية التدريب والبرامج المتخصصة والمتقدمة للعملين بالمستشفى بأغراض تأهيلهم للتمكن من تطبيق منهجيات التدريس والتقييم السريرية الحديثة في التعليم الطبي ضمانا لجودة عمليات التدريب السريري وستمكن المذكرة مستشفى الجامعة من المساهمة بشكل مباشر في جودة تدريب العاملين في المجال الصحي في المستقبل ومساهمة الأطباء في عمليات التدريب العملية بالإضافة إلى الحصول على إمكانية الوصول إلى الموارد الأكاديمية والمكتبة الطبية وقواعد البيانات على الإنترنت والمجلات الطبية كما تتضمن المذكرة التي تستمر لمدة ثلاثة سنوات التعاون المشترك بين الطرفين في مجال البحوث الطبية وتدريب الطلبة عليها ما يعمل على تطوير مقدراتهم والوصول إلى حلول للتحديات في المجالين الطبي والصحي وستعمل الجامعة على توفير فرص لتدريب الكوادر العاملة في المستشفى والتبادل بينهما ما يحقق مصلحة متبادلة وفي نهاية اللقاء تفضل سموه رئيس جامعة الشارقة باستلام هدية تذكارية من الدكتور عبد العزيز لمهيري كما تفضل سموه أيضا بتقديم الدرع الجامعة التذكاري إلى رئيس هيئة الشارقة الصحية